استهداف اليونيفل من قبل إسرائيل له أبعاد سياسية إسرائيل ما بقى راضي بالقرار 1701 اللي بينظم عمل هالقوات وبدأ تفرض واقع ميداني جديد أنهى لـ 1701 حرب تموز 2006 عبر انتشار الجيش جنوب نهر الليطانة بمساعدة 15 ألف جندي من قوات اليونيفل الهدف كان منطقة خالية من أي مسلحين تانين جنوب الليطانة ولازم تكون دوريات اليونيفل بالتنسيق مع الجيش بس وعأساس مسارات متفق عليها مسبعا من وقت إقراره وإسرائيل مزعوجة من طريق تطبيق القرار لما منع وجود مقاتلية حزب الله بضيعم إسرائيل وأمريكا حاولوا أكتر من مرة تعديل القرار لتوكيل اليونيفل بمهمة الاستطلاع بدون موافقة الجيش اللبنان رفض لبنان هالتعديلات ومقابلة الدول المشاركة باليونيفل هالمغامرات أي تحرك بسيط خارج المسارات المتفق عليها مع الجيش كان عم يعمل مشاكل دموية مع الحزب فكيف إذا طلع قرار دولي بغير دور هالقوات لبنان متمسك رسميا بإنهاء الحرب على قاعدة 1701 بنفس ترتيبات ما قبل 28 الأول 2023 إذا بتلاحظ من أول نبانشت وإنها تطبيق 1901 تطبيق كمان بالمقابل إسرائيل شايف الوضع مناسب مش بس لتعديل 1701 لنصفه كمان الحلم اللي ما تحقق بحرب تموز عم تجرب تحققه إسرائيل اليوم قوات دولية تحت الفصل السابع يعني بتملك صلاحية فرض منطقة عسكرية عازلة بالقوة نجاحها المشروع بيقتضي أولا تطفيش قوات اليونيفل وتانيا نجاح الغزو البر ترجمة نانسي قنقر